بطبيعيP لتبحث عن شيء في جوجل تجد نتيجة نتيجة تطور بالشكل الى شكل الى انتatellر الاحياء دي وبناء على تجربة شخصية جربتها بنفسي طبعا على الفيديوهات اللي موجودة دي فيديوهات بتاعتي مش فيديوهات حد فعشان كده هعرض لكم التجربة والسبب اللي خلى الفيديوهات تظهر بشكل مميز في جوجل اولا ان الشكل المميز اللي بيظهر لك ده اسمه وترجمتها بالعربي مكتطفات او مكتطف مميز بيظهر لك لما بتيجي تبحث عن حاجة معاينة طيب السبب في كده ايه لما نشوف كده هنا في اه ده ظاهر بشكل معاين في بعض الكلمات او العنوين عن المشكلة اللي ظاهرة دي ولو جيت دوست علاقة هنا هيضر لك الصورة بتاعت الثامب نيل الصورة بتاعت الفيديو نفسها ولو جيت دوست من بره على اللينك طبعا هنقلك لرابط الفيديو على اليوتيوب زي ما احنا شايفين قدامنا فده كان حل مشكلة معاينة في لعبة بيس 2017 اما النتيجة التانية واللي ظهرت بشكل مميز اكتر ولو جيت دوست علاقة كده هينقلك على طول للفيديو اللي موجود على اليوتيوب وبرضه يظهر لك بالشكل ده كده شرح برنامج كمتازة استوديو تسعة كامل من الالف للياء لعمل الشروحات الاحترافية السر بقى من خلال التجربة لو جينا نمسك فيديو زي فيديو كمتازة استوديو تسعة دوت هنلاقيه اترفع في الوقت اللي لسه كان البرنامج جديد فيه مش هقول لك انت اول واحد رفعت الفيديو بدليل ان احنا لو جينا نشوف هنا هتلاقي فيه فيديو لقناة زا بريكن جولف لو جيت هشوف كده الفيديو اللي موجود عليها كان بتاريخ كام طبعا الاخ سعيد من الاردن من الناس اللي بتعمل محتوى كويس جدا جدا وكان نشر الفيديو بتاريخ سبعتاشر عشرة الفين وستاشر انا جيت عملت الفيديو بعد دي الحقيقة وكان بتاريخ اربعة وعشرين عشرة الفين وستاشر يعني فارق اسبوع كامل فنقطة انك ترفع الفيديو الاول مش شرطة اساسي ولكن تكون من الناس اللي رفعت الفيديو في الاول بحيث ان الموضوع ده كان وقتها عليه بحث كتير يعني كامتاز استوديو كان شكله جديد فبعد كده الناس عاوزوا تعرف شرح البرنامج طريقة عمله فلاقوا فيديوين قدامهم فيديو لأحمد الجرنوس فيديو للاخ سعيد لقناة زا بريكن جولف ففيه ناس اتجهت لده وفيه ناس اتجهت لده وفيه ناس شافوا الاتنين عشان تقدر تجمع عقب قدر ممكن او تجمع الفيديوين مع بعض وبالتالي يقدروا استعملوا البرنامج فعشان كده جمله جوجل وكتبوا شرح البرنامج كامتاز استوديو اه دي شرح كامتاز استوديو تسعة مثلا فظهر لهم النتيجة دي بالشكل ده كده فخلونا نقول ان اول سبب انك تكون من الناس الاوائل اللي بيرفعوا المواضيع اللي لسه جديدة فبالتالي الناس هتروح تتفرج عليها ويكونوا المحتوى كمان عجبهم يعني مش يدخلوا على الفيديو خلاص ويطلعوا منه لان فيه حاجة اسمها الباونس ريت او معدل الاسترداد بمجرد ما يفتح الفيديو وما عجبوش يطلع ويرجع منه فبالتالي الجوجل اصلا مش هتكترح الفيديو ده للناس في البيانات اللي بتظهر على جنب الشاشة بتاعت اليوتيوب النقطة اللي بعد كده هي انك تتم بيه البيانات الوصفية او العنوان ووصف الفيديو والتاجز او الكلمات الدلالية بتاعت الفيديو تكون مناسبة للفيديو مجيش تكتب اي كلام وخلاص فاطلاح ذي ان انا كاتب شرح برنامج كمتاز السودو سسعة من الف للياء لعمل الشرحات الاحترافية والشرح كله مص ساعة فبالتالي اللي هيتفرج على الفيديو هيعرف فعلا انه كل كلمة في الفيديو هي بتوصف الفيديو نفسه او كل كلمة في العنوان بتوصف الفيديو بالفعل مش مجرد ضحكة على الناس وخلاص عشان يدخلوا لان في ناس يهمها فعلا من الالف للياء دي ان هي عاوز اتعرف البرنامج كله بيشتغل ازاي وفي الوصف كاتب اه الفيديو عبارة عن ايه وبعد كده بعض الروابط اللي موجودة ومعلومات عن القناة وروابط التواصل الاجتماعي ولو جينا نبص على تعديل الفيديو عشان نبص على مش هتلاقيني كاتب اي حاجة خارجة عن البرنامج فهتلاحظ ان انا كاتب في اه التاجز او كلمات الدلالية شرح برنامج كمتاز ستسعة كمتاز ستسعة برنامج تصوير سطح المكتب فكل دي كلمات دلالية لها اعلاقة بمحتوى الفيديو نفسه تاني حاجة بقى ودي نقطة مهمة جدا جدا هي نقطة المشاركة نقطة ان الفيديو ده كان تشير اقول ولا لا الفيديو ده لما نزل فطبيعي ان الناس بتكلم بعض ده برنامج كمتاز ستسعة ما عندكش شرح ليه خد شرح مثلا اه فلان الفلاني فاخد اتفرج عليه واحد حطوا الحد في الكومنتات واحد بعتوا الحد في الرسائل واحد شاره على الفيسبوك واحد شاره على صفحة معينة واحد شاره على جروب معين في اه جوجل بلاس في موقع معين في منتدى معين فموضوع الشير نفسه بتاع الفيديو برضو بيفرق في النقطة دي من خلال ده كله بقى جوجل لقت ان الفيديو الناس بتتفرج عليه بشكل تقريبا كامل لقت ان في اه مشاركة فمعين كده ان الفيديو ده عجب الناس فبالتالي بتفضل تصعد بالفيديو ده لان هو بالتالي بيفضل يقلى ويقلى عن الفيديوهات اللي قبل كده فبالتالي جوجل بيرشحه ويوتيوب بيرشحه بنسبة كبيرة جدا جدا في الصفحة الاولى وفي النتيجة الاولى وكمان عملوا الفيتشار دي سنيبت او المكتطف او المكتطفات الممازلة اللي بتظهرها جوجل من خلال فيديوهات اليوتيوب لان في مقولة بتقول ان لو عاوز تدفن جثة فدفنها في الصفحة التانية من جوجل لان دايما اللي بيبحث بيحاول يكون في الصفحة الاولى على طول لسه يروح بقى للصفحة التانية او التالتة فمعنى كده ان الصفحات اللي هي اللي في التانية والتالتة وكذا كل طبعا ما بتزيد كل ما بتكون فرصة زورك والناس تشوفك اقل فطول ما انت في الصفحة الاولى في النتيجة الاولى فانت فرصتك اقوى من اي حد دي حاجة كلنا طبعا متفين عليها. نركنك امتاز السوديو بقى وتعالوا نشوف مع بعض لو جينا نبحث عن رسالة الخطأ بتاعت اه اه انابل تو انشانايز ستيم اي بي اي دي مشكلة كانت ظهرت في لابة بيس 2017. المشكلة دي وقتها انا مكنتش عارف ان هيبقى عليها طلب كبير قوي كده. لقيت في بعض الناس بتسألني عليها فقلت اعمل لها شرح. بعد كده بالصدفة لقيت لما الناس بتيجي تبحث بتلاقي الشكل ضاير قدامها ده. ليه ما بيظهرش بشكل فيديوهات على طول كده? لا كمان ظاهر لي نتيجة الفيديو بتاعي في الصفحة الاولى نتيجة كده وتدخل على الرابط على طول. وكمان في النتيجة اللي بعدها كفيديو عادي من الفيديوهات. لو جيت تدوس هنا فيعرض لك الصورة او بتاعت الفيديو نفسه. ولو جيت تدوس هنا هنقلك ليه رابط الفيديو. فده الفيديو اللي موجود على القناة حل مشكلة تسالة خطأ وكاتب رسالة الخطأ عند تشغيل لعب بيس 2017. وهي بالفعل شرحها المشكلة دي. وناس جيت دخلت وتفعلت مع الموضوع. ونفس الكلام برضو عامل وصف ليه الموضوع اهو. ورابط الموضوع على الموقع بتاعنا. وباقي الوصف بتاع القناة ورابط التواصل الاجتماعي. وهنا الناس اللي معلقها. فلنقدر نستنتجه من ده ان في الوقت ده كان فيه مشكلة فعلا موجودة والناس بتبحث عنها. فبالتالي هو بيبحث بيظهر له كذا نتيجة. فبيقول لك هدوس على احمد الجرنوسي فيدخل يتفرج على الفيديو. شوف فقم واحد في نفس الوقت ده او في نفس اليوم ده دغطوا او شافوا نفس الفيديو. فبالتالي برضو ترتيبه بيفضل يعلى. ومن هنا بتيجي برضو فكرة الترند يعني الترند برضو بيجي من النقطة دي. ان الناس كتير ضغطت في نفس الوقت او في الفيديو المقترح دوت. فدخلوا شوفوا الفيديو وكملوه وعجابهم كمان. فبعد كده جوجل بيصنفوا او بيحطوا في الترند. لكن ده عشان محتوى تقني فبيكون على المدى البعيد. يعني مش شرط ان هو يظهر ترند على طول كده. لا بيكون على المحتوى على المدى البعيد يعني بيظهر بيفضل ظهر في الفيديوهات المقترحة. فبالتالي احد عنده مشكلة كان بيدور عليها. فبيبص كده يلمح بس كده احمد الجرنوسي. طبعا مش تمجيد في الاسم ولا شكر في القناة ولا اي حاجة ولاي. ولكن ده فعلا بس اللي بيحصل قواصف للفيديوهات بناء عن تجربة شخصية يعني. فالناس بتدخل تشوف الفيديو ده. فبالتالي المشاهدات بتزيد الشير بيزيد التفاعل مع البوست او الفيديو نفسه سواء كان بقى باللايك او بالتعليق او بالشير او الترشيح للاصدقاء او نشره في منتدات او جروبات في اي مكان سواء جوجل بلاس فيسبوك في اي حتة في تويتر حتى. فالموضوع دوت بيفرق جدا جدا مع جوجل. فالخلاصة ان اي موضوع يحصل الاولوية بتكون للناس اللي سبقت وكمان المحتوى بتاعهم يكون مميز يكون مفضل. يعني مش شرط انك تسبقه بس يعني حصل موضوع معين كنت انت اول واحد في العالم عملته ولكن المحتوى بتاعك مش اوي فالناس مش هتكون اا متفاعلة معا اوي مش هترشحه اوي مش هتتفرج عليه كله كمان للاخر. هيظهر واحد بعديك محتوى احسن منك. فبتلي حاول انك تسبق اولا تسبق اي حد او تلحق تعمل اي حاجة عشان كده لما بيكون في اي خبر اللي واحد بيحاول يكون على قد ما يقدر انه يكون من اوائل الناس او اول واحد عمل الموضوع ده لان بيكون اا فرصته كبيرة في الظهور في نسب المشاهدة وفي حاجات كتير جدا جدا. وبعد كده المحتوى بتاعك لان الناس مش هتجي لك غير علشان المحتوى بتاعك. فيما كولة مشهورة جدا جدا يعرفها الناس اللي بتكتب مواضيع والناس اللي بتعمل فيديوهات والناس اللي هي اكتف على السوشال ميديا وعندوهم محتوى مميز. عارفين ان يعني المحتوى هو الملك. لو انت حتى بتصور فيديو والتصوير مش قوي او الصوت مش قوي ولكن واضح شوية والمحتوى بتاعك ما كانش يعني المحتوى جامد جدا. كان مساء المصطفى البنة اللي هو بيعمل فيديوهات دوت على اليوتيوب من الشخصات اللي كلامها كويس واسلوبها كويس ونسحب بطريقته. ولكن لو بسلت التصوير مش تلاقي بروفشنة لا لايه حاجة. تصوير بالموبايل عادي بيثبته في ايه حاجة. ممكن حتى يجيب لك السقف كله بتاع القوضة بتاعته. ولكن الناس حباه علشان المحتوى بتاعه. وده بس كمثال بسيط وانا طبعا على المستوى الشخص بحبه جدا جدا. فده كان الموضوع اللي انا حبيت اشارككم به. يريت يعني تحط في الموقع النقط دي بتفرق جدا جدا. لو كسلت للحظات او لدقايق او اليوم بتفرق جدا جدا على اليوتيوب. بتفرق جدا جدا على الفيسبوك. فالموضوع كله كان بنان عن تجربة شخصية ما بحكيش قصة حد. وما تصدقش بقى واحد يقول لك روح اعمل باكلينكات في المكان الفلاني. روح مش عارف ادفع فلوس. روح اعمل اعلان. روح سوي وهوي والكلام ده كله. فالموضوع ما عملتش في اي اعلانات ولا اي حاجة خالص. الموضوع زي ما قلت لكم بالضبط ده اللي حصل واللي عملته. آآ فحبيت ان انا اشارككم بالمعلومة دي. ويمكن مش هتلاقي حد كمان كان نتكلم في الموضوع ده قبل كده. او مش هديك معلومة كافية او معلومة وافية في النقطة دي. او من خلال التجربة دي بقى لها تقريبا اكتر من سنتين. حبيت ان انا اقول لكم على المعلومة علشان بس اكون متأكد منها لانها حصلت في اكتر من فيديو موجود على القناة. اخيرا بقى يا ريت ما تبخلش عليها بانك تضغط لايك للفيديو لو عجبك وضوص سبسكراب واشراك لو حسيت ان غيرك ممكن يستفيد من الموضوع يريد تعمله شير على الفيسبوك على اي مكان انت بتحبه. عشان الفايدة تعمى على الجميع ونظهر في المكتطفات المبايزة بتاعة جوجل. هسيب لكم رابط تحت الفيديو في وصف من جوجل للمكتطفات المبايزة بشكل رسمي. عشان ما حتش تحقق عليكم واشوفكم في فيديو جديد كان معاكم احمد الجرنوسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.